التسعة وحداش ندقيقة مرحبا بكم علي يا فهم في المتنال في الميسون بوسيبل مرة تصغيدي في التعويض اليوم لي برهن سيسلين حيو ان شاء الله لباس يا برهن وان شاء الله ترجع على البلس هذي راو نجيب معادش نجم راو نجيب معناه حاسس بمرارة حاسس منقبليك بالشهقة معناه وين وبرهن وقتش يرجع برهن راني مني شاي من جي شاي من غير برهن نوك بربي يا برهن خوث كل الادوية الممكنة والعلاج الممكن مش ترجع لانه شوف شوف الحزن مع ها ها وراو في تقريبا معنا الارتسامات متاع نوعا الاكتئاب نجيب كيبدأ برهن غايب ديبريسيون لا انا بروفيسيونيال مع انت غايب عادي اليوم نختم مع مقدم جيد مقدم عنده تقريب 30 اربوع قرن في اللي اكثر واحد وثلاثين واحدة وثلاثين واحدة اكثر من ربوع قرن مع انت عشيكو عشان قدرك ضمر بالباهي عدينا ساعتين تقول عنه ما في ربوع صاعة قدم من الاضافة الكبيرة قلت بريناج مزيد يرتاح مات الملك عشان الملك يلا اهي سيدي نعمو جينجل صغير ونطرحوا على انفسنا السؤال سيد المخرجة اشني حكيت الفينيكس روننج تشالنج اللي في الميديا نسمو عليه في الفيسبوك في تونس ويحكيو به والناس البرانشي مهتمة به اي سيدي نحكيو على كورسا بي تري سبيسيال باش يصير نهار ثلاثة فيفري في شاطئ الشفار من معتمدية المحرس في ولايت سفيقس لكل احبار رياضات الطبيعة بجميع انواعها والناس اللي تحب تعمل جولة في الطبيعة وتاخد ميدالية مشارك يزر بروحك وسجل للسيباق على الرابط فينيكس روننسفاكس دات كوم فينيكس بوان روننسفاكس بوان كوم لمزيد من المعلومات تدخل صفحة فينيكس روننج تشالنج على فيسبوك ولا تصل على الرقم ستة وخمسين سبعة وخمسين خمسة وسبعين تسعة و تسعين كورسا ايضا بي تصير في شاطئ الشفار من معتمدية المحرس في ولايت سفيقس وتحية المحرسية الكل بتابعة الحال فينيكس روننج تشالنج ديباسي وليميت او ديجا جيتنا تحية من المحرس يسي يسي غازي اعطيونا جينجل دو ترانزيشن هاي سيد المخش انتي قبليك اسألت على منزل الشيكر خليني زيدا نحاي سقيت الزيت وطريق تونس اللي يسمعوا فينا زيدا يلا اريف مراد عندك واحدة وثلاثين عام في العليم بديت اول برنامج قدمته كان نهار 10 نوفمبر 1992 وفق الرياضة في قناة الوفق عمرك تسعة تار عمري عشرين ونص جولي واحدة وثلاثين عام مالدخلت برشة صوارت انتي مموه ديك ودويك في الصوارت انتي لاما الحمدو ربي ونشكره وكنت تغنص باللوروه خلاص تغنص باللوروه في تونس اه لا اخي في تونس انتي جيت تاوه في تونس لا انا خدمت من 92 لعام الفين في تونس عملت المغامرة تقريب ما الكل متاع قناة الوفق اللي سكرت في نوفمبر 2001 ومشيت لفرنسا في عام الفين وكملت حتى العام الفين واخر الفين وربعتاش خمستاشن سنين في فرنسا رجعت لونس في الفين وخمستاش مولا موراد والله يحلم عاك 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 موراد حلا موراد هاي هاي سينا والتاريخ ماش مولودة عام فينا و تسعين اه 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 امي نزلت معارسة يلا يا ريج نحاولو نزل بوخات عنا برش حزيز بش نحكيو عليهم عنا برش حزيز بش نحكيو عليهم بش ننطلقو من زيارة ولي بن عروس البيرح لمستودع لجامع المعادن بمجرين وين طرق لي مشكلة سرقات الاسلاك الكهربائية اللي تتسبب في ظليم في بعض الطرقات الجهوية وتتسبب في حوادث ولي بن عروس كان عاين تكدس للاسلاك الكهربائية اللي حسب تعبيره هو كانت في حالة جيدة دونك هو كان طرق لي مشكلة سرقة الاسلاك الكهربائية شوية نشوفه الفيديو التعرض اللي كانت موجودة وما زالت موجودة على الصفحة الرسمية لولاية بن عروس هلتي حابيت حيو علي بن عروس وديش على الخدمة هذي؟ حابينا نتطرقو لزيارة هذية اللي تصير مشكلة حقيقة عنها برش طرقات جهوية ما فيهيش إنارة اللي تتسبب بصفة مباشرة في بعض الحوادث الحكوة حسب زيارة الولي الاسلاك المعدنية الموجودة في المستودع هذية في حالة جيدة حمد الله اللي فتن بها هذيك شحابي تقصر وهذا ليس بغريب نجيب يا خوة يا خوة شكلنا كلنا ليس بغريب تقريب تلاثة شهر التالي استيق قدمت قضية فما ناس سرقوا لخيوته بتعظوا في القسرين وبشي هربوه بالجزاء وفتحت قضية اليوم هذومة خيوته بتعظوا هانوا بخيوته بتعظوا كيفيش وصلوا غادي بابلدوفر شروه من عند استيق شكون يا ستع في قيوت الظو هذي شي هدي شارج ولا دبو ولا شنو مستودع جمع مع هذا البيمجرين دبو خواص مش بتاع الدولة معانت هالهنية ايكا السريقات اللي قاعدة تتم في قيوت الظو ودباعي نقولوا شبه الكيش ظلمة هاي معانتها بتصور ويعطي الصحة والي بالعروس كي عمل للزيارة هذي وكيتفطل المسألة هذي وماذا بين المسئولين توفوا بلاس رئيس الجمهورية البرحة مشي اللي ديواني التجارة عاليش ممشي مجيزة تجارة ولا قاعدة تكتب في العارضة بتاع زياد الياني شوف انت وزيرة العادل يعطيها الصحة كيتمشي من سجل للسجل والمحكمة والمحكمة والبعدل على القضاء شوف وزيرة الداخلية كيدور من ثكنة لثكنة ومن الحدود للحدود حلالت حضورك عطيت الأوراق الصفراء والخضراء والحمراء للناس اللي تحبهم لأصدقائك لا لي عمل حاجة به مين سرقهم الصحيح هذو ما اللي سرقوهم على فرضيت احنا شوفنا الصور على صفحة رسمية وإريجة تبنيت الصفحة رسمية بتاع وليد بن عروس لكن احنا في المطلق ما نعرفوش معناها بالضبط هذو مساعة منين تسرقوا معناها اللي سرقهم وين كانوا وهزهم للدبوة ذاك يناجم سرقهم من بن زارة من تونس من نابل من العروس كانوا معتوتين في دبوات متاع ستاق يدرع هما اللي هم موجودين غادي منين جابوهم على ذاك أذم فتح تحقيق أذم فتح تحقيق والقضاء يبين هذوك ممكن نرجع لك المراد يتحقلوا المسؤولين بتاعنا يتحقلوا مسؤوليت واضح واضح كل مش عاجب كيوالي بن عروس ما تضحك فك الضح لا بديوتون حيلا قول يعطي الصحة ولي بن عروس هاو خليت أريج عطا أريج تابعو يوميا اخبار الصفحة رسمية تاع ولاية بن عروس على فكرة ونقعدوا ديما في بن عروس ونختمو تم إيقالة الكتب العام لبلدية بن عروس بعد ما كان موجود حسب المعلومات اللي عندي مدة 14 سنة شخصية فاعلة في النظام الإداري وفي التوازنات الداخلية في بلدية بن عروس يبدو أنه لجنة تدقيق الصباح جات بعد إثارة تمت من نائبة وفي تمت إيقالة وتعيين خلفا له في نفس توقيت الإيقالة عنك الكتب العريس تتعلم المسلة هذه ونتخليها عليه نجيبه أنا أنا مع التغيير عادي 4 سنة ونبدل ما فيها بس واضح يلا بعد بلدية بن عروس وسبونسورها رسمي ريج حمروني مانيش سبونسور رسمي هذيك تشفت التعليق الجانبية الخدمتي أنا نعرض زياراتكم للمسؤولين يخي تفدلك مراد معناها ما في بالكش اللي مشكلة كبيرة في تونس من سرقة النحاس لسرقة الكهرباء يا حطر هكا صار تتفيه لمشكلة سرقة الحاجة لأنه عملها ولي بن عروس كان جاء عملها كصاحب مراد من عمش نسمي لسيمي ليه يتقالوا فهمني ولي رول تحسن حاجة يلا نمروا لأخبار التلفزة الوطنية أخبار جينال برح التلفزة الوطنية تقتني حقوق بث مباريات الرابط المحترفة الأولى لما تبقي من الموسم هذية وللموسم القادم هكا على أقل تصفيت الأمور مع الجامعة تونسية الكورت قدم وليت اليوم فمع عقد واضح مع وصف جليل الرئيس بال الرئيس مش بالنياب الرئيس برانتري بالقانون برانتري لانا البرح رانيحكيت مع برشا محمين ورأي اللي قلناها البارح هو صحيح برانتري هاو نعود لك كان يخرج غدوة وديع الجريم الحبس يا أي سبب معناه غدوة يرجع الرئيس مش هذا المهم بالنسبة للتلفزة الوطنية هذا اليوم توضيح لوضعية كانت شوية في المهموتة البطولة تونسية باش يتفرجوا فيها يواصلوا يتفرجوا فيها المتفرجين على الوطنية واحدة والوطنية ثنية حق بوراد الشعب التوسي اشتريت بالفلوس حق الأنجانو يستنفعوا معانتها التلفزة وكذا وش عملت مع الجامعة وكذا كانوا قبل ديما الشعبي ندد يقولها يا تلفزة وجامعة تفهموا بعضكم نحن اجداخلهم نحن كمساهمين ندفعوا في ورقة الضوك نجينا مساهمة لذاء والتلفزة حق المواطنين باش يتفرجوا في جامعياتهم باش تفرجوا في كورتهم حقهم طبيعا وتوجع أكثر أنه عادينا عوام والمباراة على قناة قطرية ومش قناة تونسية لهذه ما عندها اليوم يعطيها الصحة التلفزة الوطنية يعطيها الصحة الجامعة كيوصلوا لاتفاق باش المواطن توسيخوا خدمة اللي هي ملحقه فما كومي مش كون قال فما إشكال قانوني لأنه نورمال مو يتعاود لبلدوفر لأنه نظريا قانونيا يلزم تستنى إذا كان فماش قنوات منافسة وخصوصا قنوات خاصة باعتبار وأنه العقد السابق اللي كان على ثلاث سنين لم يتم تطبيقه فما حتى مش نعملوا درس قانون لكن فما شكون يقول تم إلغاءه دفكته وبالتالي حق تعمل طلب عروض وللتوضيح باش نحكي والأمور اللي يفهموها توانسا اليوم الوضعية بتاع القنوات الخاصة يبدو لي ما كان تسمح لحتى قناة أنه تدخل بالمبلغ المطلوب من طرف الجامعة وبالقيمة بتاع البطولة التونسية وأنه تشري حتى بزوزولة ثلاثة مليون دينار الوضعية اليوم بتاع القنوات الخاصة وانتي تعرف فما الجنوبية فما الجنوبية تناجم تونسنا تناجم فما القنوات تناجم انتي تصوروا أنه الجنوبية وتونسنا مش قطوة ثلاثة مليون ولا الزولية مش كمشكلة تدفع وبعد عندك البرود الامكانيات مش مش توقن ولازمك ميكانيات راه قال جنوبية عندها تمويل ماشي مشكلة تمويل لا لا الميكانيات الفنية لو عندك الماتريال والماتريال وعندك الناس اللي تخدم يا غازي حل البلد وخلع بل ما تشاركش انتي أخدم خدمتك يلزمنا نتعلم ونطبقوا القانو ياما للتوضيح زيدي نجيب مش نكون نعطي الصورة كاملة انا عطيت الرأي ورأي المخال زيدي كان فما ضغط على الجامعة تنسي الكورة القدم مش توضح لأمور لانو نجيب فما أنديا تحب فلوس تلفزا ما يسمى فلوس تلفزا رأوا الأنديا متاع درجة ثانية والدرجة الثانية والدرجة الثالثة كل 50 مليون و80 مليون رأي تعيش معانيا اونا عبر امشي للأقصور سيف ولا المكنين ولا ولا السقيت بوه سقيت زيت عنهم من هون ذلك أمور أمريك 42 مليون و43 مليون يتعطي بيت الصغيرة اليوم وضع اقتصادية في البلد كاملة الناس ما معانتها رجل عمال قاعدين الوضعية خائبة بالنسبة ليهم بش يحط صوارد في الجامعية رأي صعيبها برشا معانتها اليوم زادة يلزم نظرة اللي كيب بيت بتاعنا يالتر بش نصر بش نحافظه عالكور ولا مش في الحافظ رأوا كبر الجامعيات عندك السياسيس هتتوبش واللي عندها رئيس كده هيات سيرية لطول هايات سيرية الافريقي كيف الترجي كيف معانت هذه الجامعيات الكبيرة معانت اليوم كنشوف انتي جامعية كيل قروان وكيل مسلا مهمالية كنجو عندهم صوارد وكي قفصة وكي بوزيد وبنزرت حتى السيابي وبنزرت معانت فما ببرشا وضعيك يلزم نعالجها تقريب تقريبا الاندي متاع الدرجة اللولة ياخذوا بش يحاولوا ياخذوا 150 مليون اللي هي مايش حاجة كبيرة بالنسبة للفرنس لكن برشا فلوس بالنسبة للجيسكا ولا بالنسبة للهدي حملمف والله حتى تونيات وكذلك تزاه اليوم الرياضة والتفلوس امورا ايه ايه معارضات والوطلة والخير ايه موراد الزغيدي وجمعتوا موراد الزغيدي وجمعتوا عندهم سنوات قال لك كله احتراف الاحتراف روني يعمل لها طحوني يعمل لها جلاجل كيدا زيتوا في الاحتراف ما يلزم سوارد وشاركات يعطينا جرب يلا اريج نمرو للخبر المويل اللي باش نختمو به نحكيه على تصنيف الجنوب التونسي ضمن افضل عشر وجهات سياحية في العالم لسنة الفين واربع وعشرين خبر مفرح لحقيقة برشا يدفع التوينس قبل حتى السيح من انهم يزوروا المناطق هذية اللي تنجم حتى تغنيهم على سفرات مكلفة جدا في الخارج معناها عنا واحدة من افضل عشر وجهات في العالم مصنفة من قبل افضل دليل للسفر في العالم دونكلي سنة الفين واربع وعشرين واضح وهذا يأكد وانه في هالاجواء خلي نقوله من حبش نقول السوداء ولكن ما فيهاش برشا تفائل حتى في نسبة النمو في تونس انه راهوا في هذي هذي القتامة وفما مؤشرات ايجابية جدا بالنسبة للاقتصاد تونس اولا في انتجزية تريكة ونرجع ونحكي وعليه ولكن كذلك على المستوى السياحي بالرغم من الصورة اللي عندهم التونس فانو تونس ما زال تبيع تبيع مليح مليح وننتظروا وان نخبر خلي نمشي مع غازي شوية خطر مسمعناهوش الجنوب الصحراء ترند سنة في العالم مش في تونس بارك شوف تونس عنده امكانيات سياحية ضخمة وضخمة جدا عدنا الصحراء اولا عدنا كرتاج عدنا الجنوب عدنا قروان عدنا برشا بلاي استيقى للاسف جديد احنا في تونس ما عندناش سياحة عدنا فندق اتلغي احنا مبيعه في الوطلة مبيعه في الغرف مبيعه في شوية شمس شوية بحر اللي هذي برودوي ما عادش يبيع في العالم ما عاش عنده قيمة والان العالم اتجاه لمواد اخرى الحمد لله احنا عدنا لمواد هذي لكن للأسف الشديد ما نعفوش نبيعوها وما خممناش كاش نبيعوها وحتى الخبر الكيمة هذا ما اخذاش يعني صداء اعلامي كبير يعني ما اسمعناش يعني حتى وزير السياحة ما عملش عليه حتى كبير او احتفال كبير اعتقد انه اليوم لابد انه نركز نركزو برشا في المناطق السياحية التونسية اللي نعطيها قيمة اكبر من اللي احنا قاعدين نعلم فيه تاو كنشوف كارتاش قلبك واجعك اه ليه اذك موضوع فيه خلينا نقعد انه نركزو مع الجنوب للتفكير السناء في رأس العام تقريبا ما تلقى حتى بلاسك في توزر فما شكون يقول اما هذا سياحة داخلية نسبة كبيرة بتاع سياحة داخلية طلعت يقولك السياحة الداخلية تربح اقل من السياحة من السواحة وهذا رأي موش صحيح مية في المية راول طولية مراد انا اللي جلب لانتباهي الاخبار هو ان هبط هبط في موقع الصفارة الامريكية صحيح وهبطت ونعطيكم موقع اخر مع انت اول واحد هبط هو موقع الصفارة الامريكية لانه الاجونس هذي الدليل السياحي هذا هو امريكي هبط افضل عشرة مواقع وجهها عشرة مواقع هي منهم تونس الجنوب التونسي وقت الصفارة الامريكية اتهبت من المفروض وزير السياحة والدولة التونسية وكولايات جبلي وتطوين وتوزر تلقيهم طبال ورسوا عريان ويعيتوا وندوات صحفية ويقولوا في العالم وهو اللي شوف الانجاز وهو شوف كذا هذي ما ريناش رين اخبار في الصفارة الامريكية هي اللي هبطت جيل تراه تونس من افضل عشرة دول في سياحية الجنوب بتاعها في العالم اللي هنسوا اللي يطرح نفسه اخي المسؤولين تونساوينهم اراه المسؤولين مع انت هصفرت امريكا فرحانة والمسؤولين بتاعنا معنا بلومش با المسؤولين تاعنا خدموا يا مراد انت يتعبط كمن هك اشني فاك وزير السياحة اراوا افضل اه دليل سياحي في العالم كيقولوا في امريكا في العالم حبط قاللي ريهي تونس من ضمن عشرة وشية اجمل عشرة وشية في العالم مع انت حاجة ممتازة جدا وماذا بنا انا كينا حكينا على السياحة الداخلية يرخصوا شوية للتوينسا اراو التوينسا ترك تكلفله مقالل من تونس هو على فكرة يعني كان مش نقعد في منطق اقتصادي ومالي مية في المية. وتجاري آآ الجنوب يقول له محش تكتبش ترقص. بالاسوام اللي ابعت بها السنين عبيت. 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 باب هي للت. عطلة. عطلة. عطلة ورسل عشرة يام راهو اللي عمل وتيل. ما العام كامل. هاي قول لك حاجة. انا في مكيمة نجيب راهو آآ لسوام في تونس هيسر غالية. برس برتوانسة. برشة برشة غالية. صحيح. قول لك يعطيك انا تقريبا نش معلتها غالية. راهو كنوا ياخدوا بيت و تيل الفرد للشخصين في تونس ما اقلش من ثلاثمائة دينار. هكو اللي? ها اقل شي. اقل شي ثلاثمائة دينار. راهو بالنسبة للمرتب الشهيري بتاع التوانسة. الثلاثمائة دينار اجي تقريبا لثلاث شهرية موظف. او اربوع شهرية موظف. راهو ربوع شهرية بش عدي بها ليلة. راهو بش معقول. لحال راهو في اوروبا كتمشي تعدي تاخذ بيت و تيل بمئتين اورو. مئتين اورو. يجي وراهم ما اقل من عشرة في المية من المرتب. خاطر سميك في فرنسا الف ومئتين اف وثلاثمائة دينار. ما كنت هي عند كوتيل تخدم في موظفين. الموظفين هكو قالش ياخدوا فيش هاري. التاكس قداش تدفع فيها. الماكلة يتوكل فيها اللعبات قداش. الظور يتخلص فيه بقداش. ما هو كله من نسبة وتناسب. بالحق راهو في تونس الأسوام ياسر ياسر غالية. اه هو بضبط هو فما 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 دياري موش ديراسي يعني بالأبلوس بي فما من عمل حزبة وانو ياخو آآ جمعة يخلصها في تونس في تركيا ارخص له من انو كان يمشي يكري واحدو في في الجنوب. هو على فكرة بو مش نقعدو في البوزيتيف فيبز. ذكروا انو كمان من الجنوب فما آآ واحدة سياحية حالت في دوز متميزة. ما نجمو نسميها مش مشكلة. في دوز بالتدقيق اللي هذا انجاز بالنسبة لدوز. وكذلك فما خط جوي جديد ترانزافيا اللي يربط اذن بريز بتوزر مرتين في الاسبوع. وهذا كذلك يحسبو آآ لمدينة توزر. منزل على ما نقوله لا يريج. كملنا كل شيء. بالاخبار هذية باخبار بوزيتيف. ان شاء الله بمزيد من التقلق لتونس. في الوجهات العالمية السياحية. وان شاء الله يرجع برهنها للثمينة. ان شاء الله يرجع برهنها للثمينة. وكان ما رجعجب. وكان ما رجعجب. غازي اخر كلمة. ان شاء الله نهاية اسبوع مريحة للجميع. يلا. نخليك بش تحتفل بعيد ثورة انتي اربعة جانفي. انا احتفل تنسبة ديسمبر. اي انتي مجمعت الرئيسي. انا احتفل تنسبة ديسمبر. وفهمني اربعة تنسبة هي الانقذاذ على الثورة. بدون كنت اربعة جانفي يوم حيديد بالنسبة لي. لا لا مش يوم حيديد. هاولي صلحنا المسار واخرناها 25 جوية. مريق يا سيدي. ولي حب يعتفل اربعة جانفي يحتفل بكل حرية. وي نجم يكون منهم دليل الفرشيشي. مرحبا يا دليش. ني اخبارك. صباح الورد ولي ياسمين وصباحك زينا هكا. نعرفك تحب نيانس دي كولاك. ماني فيك. ديك عليش احترف كنب ده من هنا هكا بتشوف هكا البركدان اللي منغادي ب 980. المدالينة ب 2480. دوك هاو الليم يا. اه. الليم ومدراكم الليم اي. الليم اي. اما الليم ارسل بكافة دينارات. وك الدجلة يعني. قداش عاد الدجلة اليوم. مانية? عشرة لاس. اه. دقوا الهنا يولي بلتين وتلات مئة. دقوا اللي اكبر شوية في الكاليبر. بقى اه حاجة بش نقول هتاو هكتشوف. شو نخلو زون الظلام الهنا. الضوء قطوها على المرشي انت على حاجة الخضرة. اها. ملزمش نحكي لك كالف الاوف تاو قل لك تما عباد عندها الضوء. شو رقمه تاوية. اهما. هكا يا دالين انتمنك في الصورة اه ما يظهرش اللي ذاو مقصوص. اي لا لا نعرف خطر البيبان محلولة لكلها والما اكتشوف من فوقك شبابك. ذاوية المرشية ما تبس بيعتو. بقى صديقنا هزايا نحكيه. قال لي مستعرف اللي يددني يا ماناها كاز برشا. قال لي مستنسين في العشية نحلو ونخدمو. ونخدمو على قل يجي يحب ياخو حار عظم كعبتين عظم مداركوه. توا معاش تم. ها كمان. مساق مشاية. ربي يسر هو لما يكيد. ربي خالي يرسلو. قلو ما فهم شي على خاطر فهم برشا ناس تبيع في الشارع. اذاك عليش. معادش يوصلوا للحرفاء للسوق. هي دي يقول لك ما تسمى شي في المرش على خاطر فهم برشا ناس تبيع على البره. احنا مرشي اه سكروا عني خاوكوك. اي. مرش ما لا يد لي هده يا اخوي خبرو عني بلدي تونس. عالقل الانتصاب الفوضى بما يمنعش الناس بش تدخل البيبان من العادية متاع السوق البيبان على الاقل تبدأ مشايبة على الاقل نذكر وانو نحكيه على المرشي متاع حيا الخضرة نحكيه على مرشي حيا الخضرة واللي فيه العظم هدايا بدينار ومتين را والعظم هدايا هو الافتوح هدي العظم الاولى متاع مش عطوقة نحييه ان شاء الله لباس اما العطوقة اللي هي الدجاجة الصغيرة دوبما تتولده اول ما تولد اول ما تبيس بيض عظمه حدا هكا يسميوها افتوح ايه دي في لغة العارفين تحيه الصديقنا فتح المولدي ملا افتوح اهههه بالله احنا في الخضرة يا مراد انت كواهجي وولد الرياضة خلينا نتمنى الشفاء العاجل الصديقنا الكبير انا صديقي واخويا الكبير محمد عشاد ايه مريض برشا محمد عشاد قال ربي فرج عليه رئيس السابق للملعب تونسي وجمعيتنا والناس اللي صنعوا تاريخ الكرة في تونس زينا ووضعيته صعيبة من المدة طويلة للأسف اكيد وتحية العايدة عايدة عرب اللي قعدها معناها هي المساة العليه وهي اللي نعيه بيه ربي فضلها وربي فرج عليه اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك هاي البطاطة بستاشن مئة دينارو ستمئة ستسعين اهلا بيش تبجأ سعب بطويكة في البريود هذيك اهلا بيك يا بص سلام هذية يا مراد انا سميتها في حياة القدرة نصرة اولي هذيك عليش دي ما تلقى فيها معناها العباد يبدأوا يشريوا بالجملة على خطر عنده اسعار تفاظلية خليني ينفوه ها لديك ناحي الفلفل اللي هو مساعر من وزارة التجارة هذيك بطلتة حلوة هذي اهي ايواش جلبانة قداش اليوم سبتة وثمانية سبتة وثمانية هما حلوة سكر حلوة سكر اما ليس احنا 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 تعرفت المثالي كان ثبت كداء وكان مثبت كداء احنا يا زادا كان ثبت المطر تولي الخضرة الغالية على خطر مسلا مش خدامة يدخلوا بشي يجمعوا هاي وكل العارز ينقف بارشة ينقف بارشة هذيك عليش الجلبانة ما انت بعد ما هبتك الخمسة وثمانية جازت دينار تاو هاي البطاطة المسعر بدينار بستة مية هذيك يا بريد وان في بليك هاي والفلفل بستة الافي دولي على مستوى الجملة سيداليب ربي خلينا ندلل عليك اي فما شبت وكسبر شبت وكسبر شبت موجود وكسبر على على مصر على مصر على مصر خلت كل الثانية حتى حد طبعة ايه في جعات ايه ايه كلش نشطي بنا اليوم نحبي ديب حديك انا انا اليوم زيسة ما احباب ديكم انا زيسة انا زيسة انا بيجي زيسة انا منشبت هاك هتاوا هاك هتاوا هاك هتاوا هتاوا في الحي نمشي لنفتر سونا اخوكس فروت هاك هاك هاي هاك هاك ربي فضلك يا حاسا هاك ربي فضلك هاك ربي فضلك هاي سيدالي وله يا حبيظي انت注意 تريد طيبة ما فيه مامر؟ Euros ما tuh فتي مشي طابقته مامر فتي لا وووووه . نخطبه معاك محمد علي الفرشيشي وصابري شكرا لكم نتلقاه نهار الاثنين مبعضنا في المتينال ويكاند طيب إن شاء الله يا دليل يلا نخليكم بعد قليل مع دقيقة صحة كيفاش نعرف اللي عندي حساسية الجهاز التنفسي مع الدكتورة إناس سعادة مختصة في الأمراض السدرية وفي كل ما عنده علاقة بالحساسية وبعد يكون ضيفنا بيش يكون عضو من حركة شعبتهم نحكيوا عليه بعد قليل محمد المسليني محمد المسليني مرحبا بيك أهلا وسهلا شكرا على استضافة وانتي اليوم أولا ضيفنا عن كقيادة لحركة شعب وكذلك كموسين القضايا الفلسطينية وكذلك كوزير للتجارة سابق اليوم ساعة الأولى من البرنامج وكلها كانت على تدخل رئيس الجمهورية البارح عد أكثر من ساعتين في وزارة التجارة وخرج ملفات طبعا بعد ما نجمش ما نسلكش عليهم بعتي بارك وزير تجارة سيفق ما نتصورش وانو الإشارات اللي صارت في الفيديو متاع رئيس الجمهورية تخص الفترة متاعك انتي ولكن طبعا نكتشف هذا في الأيامات المقبلة لكن سبب وجودك اليوم معنا سبب استضافتك هو أولا الحدث اللي بشي يصير غدوة هكا ولا ليه طبعا أولا نشكركم على الاستضافة هو غدوة بداعه من حركة الشعب ينعقد ملتقى عربي لدعم المقاومة بحضور كل فصائل المقاومة تقريبا حماس والجهاد والشعبية والقيادة العامة وحزب الله والحرس القومي العربي إضافة لمجموعة من الشخصيات العربية من أجل تأسيس أو مأسسة عمل عربي شعبي حتى لا تكون الاهتمام بالقضية الفلسطينية والصراع مع العدو السهيني مجرد مناسبات في فترات المواجهة العسكرية شكون لجوه اللي جاية غدو الشخصيات اللي جاية فهموا مثلين عن حماس ومثلين عن جهاد الإسلامي هل هجوش عطي واسامي هم يحلي لا دعا معنى مسؤولين من الصف لول من الصف ثاني يعني والأعضاء فقط معنى ثم مسؤولين من الصف لول ثم مسؤولين من الصف لول ثم قيادات عربية مثل الحمدين الصباحي مثل يحي غدار ثم ممثلين عن قيادات ناصرية في لبنان وفي مصر وفي موريطان أيضا ثم ممثلين عن اليسار في المغرب وفي الأردن الاخر كلهم فلسطينيين لا 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 طبعا لا لا أردنيين فلسطينيين مغاربة الحضور الفلسطيني هو الأهم طبعا الحضور الفلسطيني في مستوى في مستوى فصائل مقاومة كلها بما فيها فتح شهداء الأقصى طبعا هذه كلها لأنها في النهاية هي التي ترفع الآن التحدي وتقاتل العدو بشكل مباشر فهذا الحضور طبعا الافتتاح بشكون بإذن الله في قصر المؤتمرات يوم السبت الساعة عشر صباحا وجهنا دعوة لأغلب الطيف السياسي والاجتماعي والجمعياتي في تونس وعموم شعبنا ثم بشكون هناك جلسات خاصة بالوفود من أجل تدارس النقاط المدرجة في جدوى العمال طيلة يوم السبت ولا حد بإذن الله هل تعتبر أنه اليوم الفرصة هذه الوقت التاريخي هذي هو فرصة لا تعوض بالنسبة للفلسطينيين وأنه يتم توحيد الصف كنت أقول نهائيا يعني وحنا عنا شوية نظرة شاعرية إذا صح التعبير ونظالية وملحمية لكن قبل 7 أكتوبر ما كانش فما واحدة صف خصوصا يعني أحكي ما بين غزة ورمالة يعني ما بين فتح وحميس هذا الواقع عانج هو شوف هو في كل الحالات هذا الموضوع مطروح من زمانه ودائما كانت هناك جولات من الحوار بين كل الفصائل سواء كان في مصر في لبنان حتى في الجزائر قبل القمة المعروف للحديث هذا نحن ما يعنينا هي وحدة البندقية قبل أي شيء آخر لأنه في النهاية أيضا في الصف الفلسطيني هناك مقاربات هناك رؤى هناك مقاربات هناك من يدعو إلى موصلة لفديل على الكفاح المسلع وهناك من ذهب في صف أصل إلى آخر هذا الموضوع هناك كثير من المقاربات نحن نتمنى ولكن هذه الساحة لها خصوصياتها أيضا والفصائل تعرف نفسها تعرف بعضها ما يهمنا هو وحدة الصف المقاوم في مواجهة العدو الآن أنت ما كنتش من ناس اللي بشيء من الغلظة وتكون مفهومة لكن نحكي كموقف أرزين ما دخلتش في هجم على محمود عباس وعلى الفلسطينيين وعلى الحكومة الفلسطينية في رمالة ولا بالعكس تتبنى الموقف هذا وتعتبر أنه محمود عباس ما عنش الرجل المرحلة ولا تقول هذا الشأن فلسطيني من المستحسين ندخلوش فيه لا ندخلو فيه نحن نحترم الجميع هناك فرق ما بين المقاربات والخيانة نحن نعتبر أنه يسر عرفات شهيد يسر عرفات زعيم عربي فلسطيني قوي جدا وكانت له مقاربته من أجل ترسيخ وجود الفلسطيني في الداخل من أجل مزيد المقاومة أكيد في كل تجربة هناك هنات هناك انحرافات هناك أطراف تستفيد من هذا الموضوع ولكن تبقى كلها في إطار التقييم في إطار المقاربات والأشياء تقاس بنتيجها في النهاية لأن جزء من فتح لو أريد أن أتهم حد جزء من فتح يمكن ما زال يرهن على التنصيق مع العدو الصيوني ما زال يرهن على أسلو ما زال يرهن على الحل السلمي ولكن بعد هذه السنوات الطويلة من الخروج من بيروت ومن أسلو ومن مفاوضات حتى مدريد قبل هذا النتيجة أن العدو الصيوني ما زال يتمدد ما زال يخلق في المستواتنات ما زال مستوطنين مثل تقريب خمسمائة ألف مستوطن في الظفة أنا ما نحكيش على غزة الآن يمكن ظروفهم حطرنا ما نحكيوا على الفضائح اللي سايرة في الظفة طبعا جرائم يومية طبعا هي جرائم يومية وشو هده الأقصى اللي هم فصيل في الأصل تابع لفتح في جينين وفي كثير من المخيمات في الظفة الغربية قاعدين يقاوموا يمكن حتى ظروفهم في المقاومة أصعب حتى من غزة لذلك لسنا هنا على كراسي مريحة لنقيم فعل المفاومين هذه مسألة لا خلاف عليها ونحن في موقف التجميع حول المقاومة حول تحرير الأرض ولسه في موقع توجيه الاتهامات أو الخيانات أو التشنج مع أي طرف كامل يعني تنجموا تراوروا إحكم خلينا نقولوا بلاتفورم كمينصة غضوة للحوار الفلسطيني الداخلي تتمنونوا تكونوا هكا أم أنتم ماشيين في فكرة معينة لا أحنا ما نشترف للموضوع هذا أحنا نترف في تحريك الشارع العربي من أجل أن تكون القضية الفلسطينية دائما في وجدان لجال ومنظمات وأيضا الموضوع يطرح على الجوار أنا أتذكر جيدا أنه في سنوات طويلة كانت أفريقيا محرمة على الكيانة الصهوين الآن الكيانة الصهوين متغضط في أفريقيا الجاليات العربية اليسار الأوروبي اليسار في أمريكا الجنوبية وكل هذه المنظمات نحن نريد أن يكون هناك شبكة نسيج شعبي كبير جدا داعم للقضية الفلسطينية 7 أكتوبر حرك هذا المجال يبدأ من استخلاله حتى تبقى هذه القضية قضية إنسانية مش كان عربية فقط ضد العنصرية ضد الميزة العنصرية ضد التقطير ضد الجرائم التي ترتكب الآن بإدارة أمريكية في النهاية هذا الكيان هو كيان في النهاية وظيفة أو هي ماشي حتى مثل ما يريد أن يقول بعض ماشي حتى حرب دينية ما ننساوش وأنه إسرائيل استهدت الكنيس في غزة وأنه 20% من الشعب الفلسطيني مسيحي ويعاني كما المسلمين كان مش أكثر تماما تماما معنى من يش في الثنائية اللي تحب تعملها إسرائيل المتحذرين ضد الظلمين لا تماما مو هذا الموضوع موضوع أحنا كنا في كل تدخلاتنا المطران عطالله يتدخل والمطران من أحد المقوميون الحيب الحيي من هذا الموقع الحيي كل منظر الفلسطينيين بغض النظر عن ديانتهم ومذهبهم وانتماءاتهم العرقية هذا موضوع لا يعنينا الدعوة اللي أثرتها أفريقيا الجنوبية النقلة نوعية سابقة هي سابقة هي سابقة هي إحدى ميدين المعارك التي تدار الآن ونحن نحيي جنوب أفريقيا وحزب المؤتمر في جنوب أفريقيا اللي عانى من الميزة العنصر يعرش منها الميزة العنصر يعرش منها الاقصار يعرش معناها الحكومات الفشتي العنصرية والتطهير العرقي اللي حصل فتحية لهم هذا يعني راكدة قد لا تأتي بما نتوقعه من النتائج هذا بالتأكيد تمام متوازنة دولية ولكن نحن نحيي هذه المبادرة ونحيي كل الدول التي قطعت علاقاتها مع الدول الصيوني بوليفيا وغيرها من الدول التي كان لها موقف مشرف جدا رغم أنها ليست عربية وليست قريبة من منطقتنا تونس حقها دخلت في الدعوة لأثارتها أفريقا جنوبية أم أنه ترى وأنه الموقف التونسي معقول عنده نوع من المعقولية أم عكس ذلك تقول أنك ترفع دعوة مش يعني أنك تربط على قد يبلو مسيها معا أنا الحقيقة هتبعش نبعثوا محامين بشرافهم تفاصيل قد يكون الموقف سريم ولكن البيان والإعلان أنا لا أعتقد أنهم أخطأوا في أنا أعتقد دام ذات خارجي أخطأ في إصدار بيان فتقديري قد يكون لهم فهمهم لهم رأيهم في الموضوع رأيهم في التصويت في الموضوع المفيد الموقف الرسمي التونسي لحد الآن اللي عبر لي سيد رئيس جمهورية موقف في مستوى تطلعات الشعب وهو منسج مع تطلعات الشعب هذا ما يعنيني في النهاية تعتبر موقف رئيس جمهورية سليم باعتبارك من تنتمي للأغلبية الرئاسية اليوم في البلاد؟ لا أحنا ما أنت مش للغبية الرئاسية السعاء أحنا شوف أحنا ما عنيش موقف إديولوجية في الموضوع هذي كل من يقف الأغلبية الرئاسية ما هيش إديولوجيا؟ لا أنا أقصد على المواقف ما عنيش مواقف بالمفهوم أنا قلت كل من يرفع البندقية في وجهة العدو الصيوني أحنا نقف معها بدون تصريف لأنا نحن تومرينها للسياسة الداخلية وهذا ينسحب أيضا على الداخل أحنا كانت علاقتنا بالمرحوم بيجي قيسبسي علاقة عادية وحوار وكنا ندفع في التعارة بالاختلاف الكبير بينياتنا الجانب هذا طبعا نحن حيينا مواقف رئيس جمهورية نعتبره مواقف متقدم وقد يكون له ثمن بالتأكيد يكون له ثمن على الداخل وحنا رينا حتى في حرب حرب الخليج الأولى عندما المرحوم زيل عبد المرعاني اتخذ موقف ضد رجل العراق كان له تأثيراته كبيرة وهذا بالتأكيد خلينا نرجع شوية للسياسة الداخلية وزير التجارة السابق ما نتصوروش ما تبعش للتدخل اللافت البرح لرئيس الجمهورية في مكتب وزارة التجارة فيديو طولها 12 دقيقة لأول مرة رئاسة الجمهورية في فيديويتها غطا توجه المديرين الموجودين في وزارة التجارة تعتبر أنه الرئيس اليوم حب يسرع مكافحة الفساد أم تعتبره أنه نوعا ما حط مديرين في وزارة التجارة في موقع حرج لأنه سورة العامة أنه وزارة التجارة وموظفين والمديرين الكبار في وزارة التجارة صار نوع سامحني في كل مواقع الفساد وانت عشتم ونتصور فما نستعرفهم هو شوف طبعا هو حصير تغييرات على فكرة نعرف العملية بالتبيع هو شوف الفساد موجود في السنوات طويلة في كل مواقع تقريبا وتونس تعاني الفساد اللي يحكي عليه الرئيس فساد المديرة اللي شاك البنك الإيمان سكرة الباب وخلعه أنا لا أمتلك كل التفاصيل ولكن إذا حصلت الرواية كما سمعناها فبالتأكيد تدخل في إطار المسائلة طبعا لازم تحالى الفصل المسائلة الإدارية أم القضائية في تجاوز إذا كان فعلا سهمت في تعطيل تزويد البلاد بمادة إرادي قهوة أو غير قهوة فهذا يدخل في إطار طبعا في إطار لازم متابعة الموضوع هذا أنا ما نعرفش حتى الشخص شكول لأنه ديوان التجارة هو مؤسسة صحيح تحت شرف وزار التجارة ولكنه مؤسسة لها الاستقليلية وعندها مجلس دارة يدير المؤسسة هذه وعندها رئيس مدير عام طبعا يختلف الأمر على المؤسسات الأخرى فأكيد هناك أنت الصورة اللي حصلت لك كنت وزير وأنه فم عدد كبير من المديرين والموظفين في ديوان الوطني للتجارة يستحقوا المسائلة القضائية أنا ما حصل لأنه أنا كنت أسعى إلى تغيير عقلية ديوان التونسي للتجارة أنا كنت أبحث على بعث مؤسسة شراءات عمومية تجميع كل هذه الدووين في مؤسسة شراءات عمومية أفضل بكثير من هذا وهذا مسارج وهذا مسارج مثلا مش إجماعة على الفكرة هذه مثلا مش إجماعة بل بالعكس ثم صد على الفكرة هذه وأنا أعتبر أنه اختصاص ديوان التجارة في جملة من المواد الاستهلاكية لا معنى له وطبعا هذا تراكم حصل مش هو السهلاكية يعتبرها مواد أولية يعني أولية الاستهلاكية الرز استهلاكي وإلى آخر هذا لا يعني رئيس يعتبرها القوت اليومي للتونس هذاك مواد مهمة الحبوب الحبوب نجمعوا كل شي كل شي ديوان الزيت ديوان الحبوب كل شراءات حتى الشراءات هناك معناها معناها السونتراد نجم وسموه موجود هذا في كثير من الدول وهذا يعاد ترتيب مسألة شراءات العمومية كل ما تستحق الدولة عندها خبرات موجودة في مركزية الشراءات هذه تلتجي لها عندها كل المعطيات المتعلقة بمتابعة الأسواق ومتابعة الأسعار لكن هذا طبعا يطلب رؤية كاملة وإعادة رسم العملية لكن هذا الموضوع الحكومة هذه عندها الرؤية هذه نعم الحكومة هذه عندها الرؤية لا أعتقد لا أعتقد لا أعتقد هذه الحكومة أول مرة طرحت أنا اللي طرعتها الزمن ما كانش كافي باش نمشي في الموضوع هذا احنا عدينا تقريبا شهر ونص شغل فقط لأخر كله إما كوفيد أو الحكومة مستقيلة ولكن أعتقد أنه لا توجد ملفات خارج للمراقبة في أي وزارة وفي أي ديوان من الدولة يمشي الرئيس بش حل مشكلة هكا معنى الحكومة ما فيش لمش دور وزير تجارة أعتقد هذا دور وزير تجارة والرئيس من يجي يمشي يكون شامس يسرق على كل شي وتحمل الرئيس لهذا العباب وحده مش بش يساهم ياسر في حل المشكلة وأيضا يدل على أن الحكومة يبدو أنها عايزة أن تتحرك وأنا أدعو الوزراء أن يتحملوا مسؤولياته في وقوف جنب الرئيس في الموضوع هذا مش في تركه وحده يواجه هذا موضوع ثاني ولكن أن يكون الرئيس لوحده يواجه هذا الموضوع الحقيقة ما نشبش نقدمه ياسر في الناس آخر سوية المسالش اقتصادي الأرقام تقول وأنه ما نشبش نوصله حتى الواحد في المية نسبة نمو والفين واربع عشرين متفائل أنت على المستوى الاقتصادي طبعا لا طبعا لا أنا أعتقد أنه الاقتصاد التونسي من سنوات طويلة يسجل نسبه مو ضعيفة جدا جدا حتى سلبية في بعض الحالات صحيح تم نا لكن عام الكورونا عام خاص لا وحتى قبل ولكن هذا الموضوع لا يمكن أن يستمر لأنه ما فيش ما فيش تصور عام لتثوير الاقتصاد أو لتحريك الاقتصاد ما أجل نسجل نسب نمو ما نجوش نتجاوز مشكلة الأجور والمديونية وغيرها دون تسجيل نسب نمو شكرا لك وتحية لحركة شعب والحداث اللي بش نعملوه غدوة نخليكم معا استنى الشيس ما هنا قاية لطيفة لاجيهين بطبيعة الحال نطلقا وحنا غدوة في عنا أجندة من نص نهار الماضي ساعتين بش نخاص البرنامج اللي للأسف لليوم رقم مئة مئة يوم يكونوا ما بينسبتوا لحد على الحرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني نخليكم مع سلمة ليل بعد قليل كوثر الباردي وبقيت برامج يفهم يفهم ميتيو سبح الخير سبح الفل على مستمعين الكل يسمون في نعا